زي ما حضرتك تحدثت أنه حتى يمكن من عشر سنين دولة المصرية كان لها خطة استباقية وخطة استراتيجية اقتصادية بتسير عليها ونحن نتكلم هنا عن أولويات الدولة المصرية شايف حضرتك أولويات الدولة المصرية اقتصاديا إزاي ساعدت أن احنا نتخطى الأزمتون دول تحديدا يعني يمكن الأولويات بتختلف من دولة لدولة من نسبة لنا إحنا الأولويات الاقتصادية دي حضرتك شايفها إزاي وشايف أثرت على الوضع اللي العالم كله فيه مش مصر بس اللي فيه العالم كله فيه إزاي قبل ما ندخل للنقطة دي هل هناك أحد كان يستطيع التنبؤ بفيروس كورونا؟ لا طبعا هل هناك أحد كان يستطيع أن يتنبأ بين تكون حرب بين دولتين بيمثلوا قتلة كبيرة من سلة الهزاء العالمي التنبؤ بالكلام ده فيه ناس اقتصادين يقول لك إيه آه ما احنا ممكن نتنبأ بنات كل شيء وليه ممكن يحصل زلزال بكرة ياخد نص الكورنة الأرضية كلام التنبؤات ده ما بيبقاش مدروس لم نكن نتوقع موضوع زي كورونا لم نكن نتوقع أن العالم كله هيقفل خلي بالك العالم كله قفل احنا كان في كورونا بس من الدولة المصرية كان عندها خطوات استباقية فتخطط هذا الموضوع حتى في مجال الصحة اللي فخامت الرئيس دايما يقول أنا نفسي نقدم خدمات صحية قويسة ويبقى عندي مواطن لديه صحة جيدة في مجالات الأمن الغذائي أن احنا نعمل حاجة اسمها أمن الغذائي ويمكن كان فيه مصطلحات فرقة كتير قوي وإحنا بنسمع كلمة الأمن الغذائي عن توفير الغذائي فيه فرق كبير قوي أن أنا أوفر لك الغذائي وده اللي كان بتشتغل عليه الدولة المصرية خلال العشر سنين وهو توفير الأمن الغذائي للمواطن توفير الصحفة كانش عندنا هذه التنبؤات وبالتالي طب إيه اللي خلى فخامت الرئيس ينظر أنه يعمل حاجات دي رغم أنه حصائق ما كانش يتوقع طبعاً ما فيش حد يتوقع الكلام ده هي رؤية مصر أو الجمهورية الجديدة رؤية الجمهورية الجديدة اللي هي عندها بنية تحتها تستطيع أن تصل في عام 2030 للحلم بتاع الجمهورية الجديدة يكون عندنا فائد في التصدير يكون عندنا فائد في الطاقة يكون لنا دور وخلي بالك يكون لنا دور في الاتحاد الأفريقي أحملنا أفريقيا النهاردة بقى لنا دور في أفريقيا لنا دور مع مجموعة البريكس ومجموعة البريكس النهاردة هي السوق اقتصادي اتفتح لك لمصر لما تدخل عضو فيه بيمثل 30% من الناتج العالمي عضوية الاتحاد الأفريقي اللي هي مصر عضو في الاتحاد الأفريقي على الجي توينتي بيمثل تقريباً 61% من الناتج العالمي لما نكون قدامنا هذه الفرص والأسواق الوعدة ومصر لديها القدرات الاقتصادية والقدرات التنموية أننا أستغل وجودي في هذه المنظمات ويبقى عندي هذا السوق مش بس عشان أخف الضغط على العملة الصعبة لأ عشان أزود أزود إمكانيات التصديرية ترجمة نانسي قنقر